في العراق أيضا أكد رئيس الوزراء محمد شيع السوداني حصول تحويلات احتيالية للدولار إلى الخارج مشيرا إلى أن هذا الأمر كشفه البدء بتطبيق تنظيمات ترعى التحويلات المالية في خطوة ترافقت مع تراجع قيمة الدينار مقابل الدولار وخسر الدينار العراقي في غدون شهرين الماضيين أكثر من 10% من قيمتها أمام العملة الخضراء مما أدى لتظاهرات متفرقة احتجاجا على تراجع القدرة الشرائية للمواطنين